أكد الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك للأمن السبراني جورج كورتز أن الشركة حددت وأصلحت السبب وراء الانقطاع الذي أثر على خدمات مايكروسوفت المتعددة وقالت الشركة أن المشكلة نتجت عن تكوين خاطئ في أحد الأنظمة ولم تكن هجوماً مشيراً إلى أنها تعمل على تحسين إجراءاتها لتجنب حدوث انقطاعات مماثلة في المستقبل وكانت مشكلة حسوبية في مايكروسوفت تسببت باضطرابات واسعة النطاق أثرت على العمليات التكنولوجية في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك المطارات وشركات الطيران ووسائل الإعلام والبنوك